السلام عليكم يا عزيزي معك أخوك الدكتور فارس عرب استشاري عظام ومفاصل في الحلقة السابقة تعرفنا على الأعراض الغامضة اللي بيسببها الضغط على العصب الحائر أو الفاقس نورف في الرقبة كيف يمكنك تشخيصه بطرق عملية رغم سلامة معظم الفحوصات الطبية تماما لو ما شاهدت الحلقة السابقة رابطها موجود هنا في الزاوية حلقة مهمة ومفيدة جدا أنصحك تشاهدها في هالفيديو حنتعلم الجزء العملي كيف ممكن نعالج الضغط على العصب الحائر عمليا وما هي التمارين المنزلية اللي بتساعدك على التعافي من الأعراض وكيف أن معظم الأديان تدفعك بيولوجيا للاهتمام بهذا العصب بدون أن تدري لمساعدة جسمك على الاسترخاء وترميم نفسه الحلقة مركزة ومهمة كل ثانية فيها مفيدة تابع معي للنهاية لتستفيد العلاج الصحيح لضغط العصب الحائر ليس بخطوة واحدة ولا بدواء سحري بل هو مزيج ذكي من خطوات تصحيحية تبنى حسب طريقة الضغط على العصب ووضعية الرقبة أولا يستحيل علاج العصب الحائر بالأدوية لا مهدئات العصاب ولا مسكنات الألم ولا مضادات التهاب الأذن ولا مرخيات العضلات ولا تخليني أبدأ الكلام على أدوية المعدة العلاج الحقيقي بيبدأ بشكل فيزيائي من الهيكل من الرقبة نفسها لهذا يمكن تبسيط العلاج بشكل عام إلى خطوطين أساسية الخطوة الأولى هي إزالة المسبب عن طريق تصحيح وضعية الرأس Posture Correction لا تتجاهل ألم الرقبة لأنه ممكن يكون المفتاح لكل ما تشعر به في قلبك وأعصابك وجهازك الهضمي أي شخص يعاني من أعراض Lagas Nerve بدون مرض واضح فبكل تأكيد لديه مشكلة في Posture الرقبة هي بوابة الجهاز العصبي وعندما نفهم مسار العصب الحائر في الرقبة كما شرحنا في الحلقة السابقة نفهم لماذا وضعيات الرأس الخاطئة وتشنج العضلات وإنحناء الرقبة ممكن يسبب هذا الكم من الأعراض إيقاف الضغط الميكانيكي المستمر عن العصب هو العلاج النهائي أما الخطوة الثانية فهي تحفيز العصب الحائر الضغط المزمن على العصب لا يسبب أعراض فقط بل يؤدي مع الوقت إلى تشوه وظيفة الخلايا العصبية ويضعف قدرة التواصل بين الدماغ والأعضاء الداخلية ولهذا حتى بعد إزالة الضغط عن أي عصب في الجسم ليس فقط العصب الحائر قد تستمر أعراض مثل الألم المزمن أو اضطراب في الجهاز العصبي اللا إرادي ومشاكل وظيفية في عدة أعضاء الحل هنا هو إعادة تحفيز العصب لاستعادة التواصل العصبي الطبيعي وخفض الالتهاب تخفيف الألم المزمن وتعزيز المرونة العصبية وقدرة الدماغ على إعادة تنظيم نفسه والتعافي الآن حشرح 83 وهي أهم الأمثلة لتصحيح وضعية الرأس وتحفيز العصب الحائر وبعدها حنكمل تفاصيل الحلقة مارسها معي الآن واخبرني بالفارق في التعليقات التمرين الأول تمرين انقباض العنق الثابت طريقة الأداء بسيطة جدا ويمكنك أداءه وأنت واقف جالس أو مستلقي شد ظهرك وارفع صدرك للأمام ورأسك بوضعية مستقيمة الفكرة بسيطة جدا ثبت الرأس وطبق قوة معاكسة لاتجاه الحركة ضع راحتي يديك على جبهتك وضغط برفق إلى الخلف بنفس الوقت قاوم الحركة بشد عضلات الرقب الأمامية ليبقى رأسك ثابتا في مكانه حافظ على الضغط لمدة عشر التواني ثم استرخي وكرر التمرين من خمسة إلى عشرة مرات فقط حافظ على استقامة رأسك لا تنحني للأعلى ولا للأسفل طريقة أخرى وأسهل لأداء التمرين هي استخدام مطاط التمرين بعد تثبيته بجسم ثابت لفه حول الرأس ثم ابتعد لحصول الشد بهذه الطريقة ترتاح الذراعين وتحقق شد أكثر ثباتا وتحكم بالقوة بشكل أدق بعد ذلك انتقل لتمرين الجزء الخلفي من الرقبة شبك أصابعك خلف رأسك واضغط برفق للأمام قاوم الحركة بشد عضلات الرقبة الخلفية ليبقى الرأس ثابتا وباستقامة أو استخدم مطاط التمرين حافظ على الضغط عشر التواني ثم استرخي وكرر من خمسة إلى عشرة مرات بعد ذلك وبنفس الطريقة انتقل لتمرين جانبي الرقبة باستخدام يديك أو مطاط التمرين بهذا الشكل يمكنك أداء التمرين مرتين أو ثلاثة مرات يوميا أو في أي وقت تشعر فيه بألم أو شد في الرقبة هذا التمرين يعد حجر أساس التمرين العلاجية للرقبة لأنه يعالج السبب الجذري لجميع آلام الرقبة الناتج عن ضعف العضلات أو اختلال التوازن العضلي مثل استقامة فقرات الرقبة ينصح به لعلاج الضغط على العصب الحائر والانزلاق الغضروفي وبعد جراحات تثبيت الفقرات لأنه آمن تماما ولا يتضمن حركة عنيفة ويقلل نشاط الأعصاب الحسية التي تسبب الألم مما يمنحك إحساسا فوريا بالراحة بعد التمرين استمر في تحدي نفسك باستمرار وزود مدة الشد تدريجيا وستلاحظ تحسن واضح في الرقبة وقوتها بإذن الله تعالى أخبرنا بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني تمرين شد الرأس الأفقي للخلف طريقة الأداة في غاية البساطة يمكنك أداء التمرين واقفا أو جالس شد ظهرك ورفع صدرك وركز نظرك على نقطة أمامك باستقامة اسحب ضقنك للخلف ببطء وكأنك تريد صنع ضقن مزدوجي بإمكانك استخدام أصابعك لتوجيه الحركة ستشعر بانقباض خفيف وعميق في مقدمة وخلف الرقبة حافظ على الوضعية 5 إلى 10 ثواني ثم استرخي قليلا لا تحني رأسك للأسفل ولا ترفعه للأعلى الحركة أفقية فقط بإمكانك أن تسنط ظهرك على جدار في البداية حتى تتعلم أداء التمرين بشكل صحيح كرر التمرين من 10 إلى 15 مرة لا تضغط بأسنانك على بعضها وتحرك ببطء وتحكم ومع الوقت تحدى نفسك وزود مدة الثبات تدريجيا حسب قدرتك أيضا بإمكانك تدوير الرأس للجانبين قليلا بهذه الطريقة في نهاية الحركة لتحسين مجال الفقرات الحركة هذا التمرين هو إعادة تعليم من الرقبة على وضعيتها الطبيعية يعد من أهم وأقوى التمارين لتصحيح محاذات الرأس فوق الجذع وإعادة توازن عضلات الرقبة العميقة وتقليل الضغط على الفقرات والأعصاب لتخفيف الشد على مسار الأعصاب وخاصة العصب الحائر أنصحك يمارسته مرتين أو ثلاثة مرات يوميا وستلاحظ الفرق خلال أيام قليلة بإذن الله جرب التمرين وأخبرنا بتجربتك في التعليقات التمرين الثالث لتحفيز العصب الحائر تمرين ضغط الحجاب الحاجز التمرين التالي يعتبر من أقوى الطرق الطبيعية لتحفيز العصب الحائر لا يعتمد على القوة بل على إيقاع التنفس الصحيح لإعادة تحفيز الجهاز العصبي الفكرة الفيسيولوجية وراءه أن الشحيق العميق يخلق مساحة أكبر داخل الصدر مما يزيد حجم الضرب القلبية الزفير الطويل يبقي الحجاب الحاجز مسترخيا فترة أطول مما يقلل حجم الضرب القلبية مستقبلات الضغط داخل القلب الباروريسبترز تستشعر هذا التغيير في الضغط فيستجيب الدماغ بإبطاء نبض القلب ويفعل الجهاز العصبي الباراسم بثاوي ويرسل إشارة أمان مباشرة عبر العصب الحائر لنطبق التمرين عمليا اسحب الهواء من الأنف خلال أربع ثواني أغلق أنفك بلطف وإحني ذقنك نحو الصدر لمدة أربع ثواني الآن أخرج الزفير ببطء خلال ثمانية ثواني أثناء الزفير أخرج صوت خافد أو همهم من الحلق مرة أخرى اسحب الهواء من الأنف خلال أربع ثواني أغلق أنفك بلطف وإحني ذقنك نحو الصدر أخرج الزفير ببطء خلال ثمانية ثواني مع صوت خافد هذا الاهتزاز ينشط العصب الحائر بشكل مباشر هذا يحدث ضغط لطيف ومؤقت على مسار العصب الحائر في الرقبة استمر وكرر التمرين من خمسة إلى عشرة مرات أو حتى تشعر بانخفاض نبض القلب وهدوء واضح في الجسم يمكنك أداؤه مرتين أو ثلاثة مرات يوميا أو في أي وقت تشعر فيه بأعراض الضغط على العصب الحائر جرب التمرين وأخبرنا بتجربتك في التعليقات هذه التمرين السابقة هي بعض الأمثلة فقط من التمرين الفعالة لعلاج العصب الحائر ولكي تكمل تأهيل العصب الحائر بشكل صحيح يجب معالجة الوضعية أو البوستشر بالكامل عن طريق التعرف على أخطاء وضعية رأسك وتعديل بيئة عملك بحيث تمنع إنحناء الرقب المفرط ومن ثم تصحيح وضعية النوم والجلوس والوقوف والمشي وأخيرا عليك ممارس التمرين تقوية عضلات الرقبة والعضلات المحيطة بالكتف مهما كان عمرك وحالتك الصحية لاستعادة الإنحناء الطبيعي للرقبة وعلاج تشنج العضلات وتخفيف الضغط على مسار الأعصاب لا تقلق شرحت كل هذا بخطوات عملية وهي الآن مرتبة بمكتبة كاملة راجعها إذا صحتك بتهمك تركت الرابط بالوصف إذا شعرت بأعراض الضغط على العصب الحائر أثناء ممارسة التمرين لا تقلق هذا بسبب ملامسة الأنسجة للعصب وهذه ليست علامة التوقف بل أنك على الطريق الصحيح لذلك تابع التمرين وراجع وصحح باستمرار أداء الخطوات والتمرين حتى تختفي الأعراض تدريجيا وبإمكانك دائما تتواصل مع الإستشارة خاصة وأخيرا لا يمكن أن نختتم هالحلقة من دون التطرق إلى الوسائل الأخرى المدعومة علميا لتنشيط العصب الحائر لأنها أدوات مهمة لعلاج القلق والاكتئاب ونوبات الخفقان ودعم تعافل جهاز العصب اللا إرادي بشكل عام أولا دعم الأمعاء بالبكتيريا النافعة البروبايوتكس العصب الحائر هو الطريق العصب الرئيسي للتواصل بين الأمعاء والدماغ ضمن ما يعرف بمحور أظهرت أبحاث متعددة أن تحسين توازن المايكرو بايوم المعوي يحسن صحة الأمعاء وينعكس مباشرة على كفاءة نشاط العصب الحائر ويحسن تنظيم الجهاز العصبي ثانيا التحفيز الجسدي الحسي مساج الأذن والاستحمام البارد وغمر الوجه بالفلج هذه الطرق تعمل عبر تنشيط مستقبلات الضغط والحرارة في الجلد واللي بترسل إشارات عصبية تؤدي إلى خفط النشاط السمبثاوي ورفع النشاط الباراسمبثاوي وتسهم مباشرة برفع نغمة العصب الحائر ثالثا الإبر الجافة والتحفيز الكهربائي بعض المعالجين بيستخدموا الإبر الصينية والتحفيز الكهربائي التنس أو كلاهما معا لتخفيف التشنج العضلي والألم الأدلة العلمية بتقول أن هذه التقنيات بتساعد بشكل غير مباشر في تقليل الضغط حول مسار العصب وتعالج آلام الرقب عموما وليس تحفيز العصب الحائر بشكل مباشر رابعا أجهزة التحفيز الحديثة TVNS ظهرت في السنوات الأخيرة أجهزة التحفيز الكهربائي للعصب الحائر عبر الجلد سواء من الأذن أو الرقبة على الرغم من استمرار الأبحاث حول المعايير المثلة والفعالية الشاملة لهذه الأدوات ولكنها تستخدم الآن لعلاج حالات مثل الصراع المقاوم للأدوية والقلق والاكتئاب والسكت الدماغية والمشاكل الإدراكية وتقرير الالتهاب ورفع التركيز وتقلم معدل ضربات القلب خامسا الأديان والطقوس الدينية الكثير من الطقوس الروحية في مختلف الأديان تجمع بين التنفس البطيء والترانيم الصوتية والاستماع للموسيقى وخلق إحساس عميق بالأمان وكل هذه عناصر معروفة علميا برفع الفاقلتون وتنشيط الجهاز الفارسن بثاوي وتدخل الجسد في حالة إصلاح وطبأنينة من الناحية العلمية احتزاز الحنجرة وتدريب الصدر والتنفس الواعي العميق البطيء يرفع نشاط العصب الحائر وتقلم معدل ضربات القلب ويخفض نشاط اللوزة الدماغية ولهذا ارتبطت الممارسات مثل التأمل اليوغا، الغرغرة، الدندنة والهمهمة المانترا تشانتين وترتيل الترانيم والنغمات العميقة البطيئة بتمارين الاسترخاء العميق وانخفاض التوتر وتحسن التوازن العصبي الأكثر إثارة للدهشة أن الإسلام قدم لنا أقوى محفظ طبيعي للعصب الحائر وهو السجود السجود ليس فقط ركن نركان الصلاة بل إعادة ضبط بيولوجية متكاملة لأنه بيجمع عدة آليات فيسيولوجية قوية في دراسة شملة 82 مصلي وجدت أن وضع الجبهة على الأرض يضع الرأس أدنى من القلب فيحدث تأريض ويزداد تدفق الدم إلى الرقبة بفعل الجاذبية فتستشعر مستقبلات الضغط أو الباروريسبترز هذا التغيير وترسل إشارات عبر العصب الحائر لتهديئة القلب وتوسيع الأوعية الدموية أيضاً وضعية السجود تضغط على البطن وتجبرك ميكانيكياً على تفريغ رئتيك بشكل جيد مما يحفز العصب الحائر مباشرة إضافة لذلك العصب الحائر يمر ملاصقاً للحبال الصوتية التسبيح والدعاء بهذه الوضعية يحدث احتزاز يعمل كنوع من التدليك الداخلي للعصب الحائر ويدخل الجسد في حالة هدوء عميق من منظور الطب النفسي الجسدي يعتبر السجود إشارة أمان عميقة للدماغ والجهاز العصبي لا يدخل في وضعية الراحة إلا إذا شعر بالأمان لهذا ينصح دائماً بإطالة السجود لتحقيق أقصى فائدة عصبية وقلبية هذا باختصار شديد محتوى حلقة اليوم أتمنى أنك استفدت منه اكتب لي في التعليقات كيف استفدت من المحتوى إذا بقي لديك أي استفسارات أو أعراض غامضة صعبة التشخيص لنشرحها بحلقات قادمة كان معك الدكتور فارس عرب وعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر